اشتركوا في القناة انه العمل الاول لهاللي جان هي التشريع ودايما نكون بخدمة المواطن اللبناني لانه كلنا تحت القانون وبدنا قوانين تتطبق وتكون عكل حال قابلة للتطبيق حتى نفتخر ونقول والله هيدا شي جديد اجعل المجلس هالمرة وعطوا قيمة مضافية كلنا بالانتظار بكل الاحوال معلومة بمعلومتنا لليوم مدير عام الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي الدكتور محمد كاركي اصدر مذكرة اعلامية حمد الرقم 686 تاريخ 6 حزيران 2022 قضى بموجبة تطبيق احكام المرسوم 9129 تاريخ 12 عيار 2022 القاضي تعيين بدل غلاء معيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل على الشكل التالي اعتبارا من 1-4-2022 ومن اجل احتساب اشتراكات المؤسسات طبعا يضاف الى الحد الادنى للاجور والى المؤسسات بالطبع لما بتطلعوا على هالقرار هيدا فيه كل التفاصيل اللي يعني صدرت بهذا القرار مطابعات بياخد اول اتصال لليوم على 04444444 الو 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 اهلا موسيو في وزارة الصحة بجناح نعم انت بيستقبلوا الطلبات انت بكونوا فاتحين انا باعتقد وزارة الصحة كل يوم عم تفتح هادي معلوماتي بس للتأكيد اكتر اه باعتكم بكرة جواب اه اه موسيو في رقم للانتحت 1000 لون هلا انا مش قديم الرقم بس اني عندهم رقم رباعي بفتكر باباف ازا 1212 ازا مش غلطاني موسيو 1212 بتصور هيدا رقم وزارة الصحة هيدا رقم رباعي او بدك تنتظر لبكرة انو انا هلا مش امامي يعني الارقام بالستوديو كمان اتصال موسيو 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 وهو بحاجة لهذه العملية الضرورية لأنه عنده العدم عم بيحف على بعضه وعم بيعمل مثل عم بيفكشة العدم ممكن أنه يصال أنه ينشل ويقعد على الكرسة هو معاشه ثلاث ملايين بأي مستشفى أستاذ رح يعمل عمل عملية بالمستشفى الأيو بير بالأيو أتش الأيو بير الأمريكانية جامعة الأمريكانية أوكي هو يعني فيض على المستشفى ولا بعد لا هو عم بيجمع المطاري لأنه ما عم بيفوطوه على المستشفى قبل ما يجمع المبلغ الكامل اللي هو خمس ثلاث ومئة وخمسين وأكيد عندك مواصلات الطريق لأنه ما معه يمشي هو الوضعه يعني كثير بالمرة لأنه كمان عنده بيه مريض هو بيه كمانة فيض أربع خمس مرات وكلها في تير مستشفى أنت عندك عالم يعني الخطير قداش بتكون غالي فيعني أنجأ بهذا ثلاث ملايين أنجأ يجيب أكل فيهم نعم فنحن هون عم نجرب على الخمس ثلاث ومئة وخمسين ولأنه نجيب له مثلا ما بعرف مئة دولار أو مئة دولار أنه كمان هو يقدر يصلع وينزل بارياحة على المستشفى لأنه هو بيته بغباله نعم بشتوح كسروان نعم نحن على كل حال حتينا الرقم على الشاشة بتمنى أنه يتواصلوا على هالرقم هيدا يلي بيحب يساعد السخويرة حتى يعمل هالعملية اللي كثير عم بتأثر على العضل في نزيد اسم على الخلاف لأنه في شخص تاني اسمه رواد متى عمر السطح في سنة عشرين سنة هو مريض غيبوبة وعنده تكاليف يعني نحن تقريبا كجمعية درنا ندمله حوالي 14 دولار شو اسم جمعيتكم أستاذ زوان تلميذ المسيح تلميذ المسيح نعم أوكي يعني هيدا الشاب كمان هلأ موجود بأي المستشفى هيدا رواد هلأ منه بمستشفى فنحن جربنا كتير نحكي مع دكتور أقنار بس ما قدرنا وصلنا له دكتور يوسف أقنار ما قدرنا وصلنا ما بعض إذا هلأ يحوه في لبنان بس هو ما تقعد برات لبنان يحوه في دوباي يحوه في دوباي يعني حتى في ناس انه قدمت انه مثلا يجا يتفعوله انه يجا على لبنان بس ما بعض ما عم بيرد عليه آه أوكي وهلأ هو بيغيبوه بوين بالبيت يعني هلأ حاطينه بالبيت وعم يتعقور الزيادة وهو بده كل شهر يعني هلأ في عنده حوالي مئة ستين مئة سبعين دولار أكل على شهر لأنه هو بيكل أكل مخصوص مش أكل عادي وعنده تكاليف صبية وعالته كمان وحالته محالة نعم يعني هودا الحالتان على نفس نعم هودا على نفس الرقم يلي حطينه على الشاشة هلأ بيقدر مقبوض مقبوض كتير منيح يعني ان شاء الله بيكون فيه أكيد مساعدة لهالشاب وإذا دكتور إمار منه موجود بلبنان بلك فيه دكتور تاني نورولوك كمان بيقدر يقوم بالعملية الجراحية إذا أو يقدر يشوف هالشاب هيدا لأنه بعضه بأول عمره 19 سنة يعني بأول شبابه إن شاء الله بيصير فيه مساعدة لألكم كجمعية حتى تقدر تساعدوا مستخواري ورواد وإن شاء الله على سلامة كمان اتصال ألو ألو أهلا أنا نطلع على الهوة عملي معروف أنت على الهوة تفضلي طيب صباح الخير صباح النور تفضلي يعطيكم العائفة أهلا أقوله روح يجيبوا دواء من المستوصفات أنا رحت على جراجوزيان بدي جيب دواء ما عندهم دواء سي بالمرة ولا دواء ولا حب دواء عطوني بس أسبرين دواء للضغط معاته وحديد معاته دواء للكورسترول معاته ما في دواء سي وبالصيدليات ما فيه هي أول شي وتاني الشي شو بدهم بعد من هالساعة بزلونا وبهدلونا وشحدونا وعثرونا وكل شي والاستراك طالية مليون ليرة طفينا الاشتراك ويعادين على العتم هني يا هل ترى يعادين على العتم ولا مدواءين ولا عم يقلوا متل ما بدهم تو بعد بدهم من هالساعة باللبناني لمعطر معك حق يعني إنو ما نلاقي الدواء رجعنا على نفس الدوامة الدواء والخبز يعني هلأ في كتير أفران ما عم تقدر يصل لطحين وفيه صيف وشطة على سطح واحد يعني الأفران الكبيرة بتحصل على الكميات من الطحين المدعوم وفيه أفران صغيرة هي كمانا بتعمل خبز لبناني اللي هو مفروض يكون مدعوم مش عم يعطوها طحين وبالوقت زيته متل ما نشيل عم نسمعوا بهذا البلد يعني لا دواء ولا خبز ما بعرف وين بدون يوصلونا معك حق نحن قممنا تحدي كتير كبير يعني ما بعرف كيف بدنا نقطع هالمرحلة هاي دي بقدر الإمكان يعني بأقل خسائر ممكنة ألو ألو أهلا أهلا والله ما بعرف نحنا تاركيننا مثل ما بيقولوا لحتالي نقتل بعضنا بالآخر يعني الفقر بيولد الجريمة يصير في عنا الأمن الغذائي فوق طول اعتبار يعني إذا مع عنا بس الله يخليك يسمعي للآخر ما رح طويل فضل أول شكوى نحنا نحنا موجودين بمنطقة أدونيس زوء مصبح وعم سميه لك نعم هلأ ما بدي سمي صاحب المطر لأنه عنده على شكاوى كتير مسكلتنا هلأ المستجدة معه إنه بيجي بيقليك تما تدفعوا مقطوعة حطوا عدات حطينا عدات طاري طلق صار بده يدفعنا هلأ الرسم من الوزارة بد يبلش من مليونين ليرة منا صار فين شي تخيلي بيجي بالبيت عندي عشرين أمبار خمس ملايين ومية 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 وثمانطقة هلف ليرة نعم وأسانسور تماني ملايين ليرة ونحنا بالبناية ستة طوابق ما فيه إلا طابقين منستعمل الأسانسور وما عم نستعمل الأسانسور نستعمله بتأنيه أسانسور كيف عم بيحسب الأسانسور على المونوفا زي ولا تريفا زي؟ عم بيحسبوا على تريفا زي ما طلع عرار من الوزارة وطلب من أصحاب المولدات ما تحسب على تريفا زي يعني بدل بدل يعني ياريت قدام القرار برجع بقوله يعني لازم يكون مما لا يتعدى 340 ألف ليرة عملي معروف عملي معروف هيدا القرار نعم ارجعي حضرتك بس ما تتلاقيه ارجعي ارجعي مش ضروري إذا مش اليوم بكرة أوكي عملي معروف ارجعي عيدي الشكوى الثانية نعم أنا بيشرفي أنا مع وزير السياحة ومع أستاذ توني الرامي بموضوع الدولار اللي هو اختياري اختياري ومع شو اسمه أستاذ بيروتي جون بيروتي لكن أنا في إلي شرط وحيد تقدروا يطبقوا هالقرار نعم لأنه إذا طبقوا هالقرار بدون الشرط اللي رح احكي عنه يلي هو الرعابة نعم ما هو الرعابة أساس كل شيء يعني لا لو لو اختياري مادام ريبكا ما رح عطيكي أنا مثل بسيط أنا فتأت بمطعم نعم طلعت فاتورة مئة دولار نعم وكنت الصبح شايف الدولار بالسوق السودع يا أختي ما بدي قلك صاي رفع 24 ألف بالسوق السودع تبري 28 ألف نعم إذا يطلب مني حاسبه ع 30 ألف أنا لبناني مقترب جاي من برا ما بيقدي طرعنالهم نهبنالهم مصرياتهم لها اللبنانية وبعضهم مقامنين بالبلد وبعضهم مطلطين أنا عم برح الأستاذ توني كن ما عم بقول هن رح يحسبوا الدولار على سعر الموازة لازم يعملوا شيء يطبقوا لأنه هو أفضل يمكن أفضل أنه وجهة نظرهم مقبولة يمكن أضع الخط مع الأستاذ بكل الأحوال نعم نعم إن شاء الله إن شاء الله بس الله يرضى عليك هيدا الشخص أنا رح يرجح سميه طبع الموتيرات برجع له لأنه ما بخبرك ما بخبرك شو النصب أوكي ورح خبرك بعد شغلي عنه نعم رح تبدأ تشكي عليه بأمن الدولة نعم قالوا لي يا أستاذ يعني قدرت عارف أوكي بطريقة غير مباسرة أنا ما بكذوب أوكي قدرت عارف إنه على سكاوة كتير بروحوا لي وقفوا بيتعهد إنه هو مثلا هالشكوى هيدا بيرجع بيصلح بيرجع بيستقيم ما بيمروا 24 ساعة كأنه ما في تعهد نحنا وين رايحين مشان هيك عم بيقلك بالآخر رح نتقاتل نحنا وياه لأنه عم بيطلبوا شي مش معقول وأنا مرة تانية رح سميت العالم ما بتعطى معه هلأ أنا ما رح احكي سيه ومنزبها ناخد من غيره بيروح تهدده لغيره بيقوله أنا عندي 20 مطار بالمنطقة أنت عندك مطارين ما بتخلي تبعول المزوط يعطوك مزوط يعني يعني نقولك شغلة أهلا وسهلا فيك يعني كيف ما برمناها ما حدا راضي يعني لا أصحاب الموالدات راضين بقرارات الوزارة والتسعيره ولا المشتركين قادرين بقى يكمله للصراحة يعني في حلقة لازم ما بعرف يعني نحنا ما بدنا هالربح ولكن بدنا أنه كمانا تكون بقدرة الناس يعني مش بقدرة كل الناس تدفع مطار فوق المليون ومليون وميتان وثلاث مليين واربع مليين وست مليين مش بقدرة الناس اطلاقا اطلاقا فاصل ومنتابع موسيقى منتابع الحل عنا عبر الام تي في وابدي كمانا اتوقف مع صور وسط لليوم منع جلتون بموضوع النفايات يعني شي معيب جدا هالنفايات هي مش اول مرة نحنا بالبرنامج بنحكي عن هالمنطقة بالذات اللي هي اسمها المنطقة منطقة السير سيل شارع السيل هايدي منا طريق رئيسيه هايدي طريق في عدد من البنايات وهيدي البورة لأنه مش مسيج المكان النفايات عم بتطير النفايات وتصير بالحوالها البيوت يعني هادا اللي عم نشوفه حوالها البيوت بمنطقة عجلتون شارع سيل واللي عم بيسير انه البلدية عند عمان وعم ترفع النفايات ولكن بترفعهم عم تنفعهم من هالمنطقة بالذات يمكن كل عجلتون نضيفة لأنه عندهم هنه محطتان او تجمعين لنفايات أمام أم الله وعم بيشلوهن يعني فوق بهذا الشارع فوق ولكن تحت بشارع سيل ما حدا عم بيشيل النفايات والدليل يلي شفناه من شوي فأنا بدي اطلب من رئيس بلدية عجلتون شيخ لوفيس الخازن مادام عندو العمال وعم بيشيلو هالنفايات لا بدو يترك منطقة بعجلتون هالنفايات فيها بورة نفايات حوالها البيوت يعني هيدا شي كتير معيب عن جد كتير معيب وبعدين هول بنايات عم يدفعوا ما عليهم للبلدية يعني مش انه ما بيدفعوا لأ عم يدفعوا للبلدية ولما بيدفع المكلف يعني مقابل خدمات أقله لزبالة بالنسبة للا باخد اتصار ألو 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 أهلا مادام تفضلي كيفك حبيبة منيحة تفضلي لكن احنا قاعدين بالنقاش نعم قدرنا خمس عشر يوم بلا ماي ولا اليوم طلبت مؤسمة بيروتة أعرف ليش النقاش والدبي وانطلياس ما فيون ماي محدا جوابني ما عرفت دبي انفاولي من الماي في منطقة بدبي مبارا حكيوني من دبي في منطقة ما عندون ماي بعدين يمكن يكون عندهم عطل عندهم هني لكن حبيب نزلنا عالشركي كذا ما ما دام ونزلنا نعم قدرنا خمس عشر يوم الشارع اللي عفلنا بوجة ترمب التوتال نحنا الزاكمين نعم بوجة ترمب التوتال الماي جاي نهر يعني في شارع بيناتنا يعني في عالم فتح العيارات واخد الماي وحرمي شوارع تاني من الماي ايوه وهذا عم نقلك اصحاب السترنت بيقولوا ما في ماي من هون لبواب الشتي مادام بس وين سؤال انتوا وين ما عفتوصل الماي لعنتكم باي شارع بالنقاش نحنا وان ترمب التوتال اللي بنقاش سلعة النقاش سلعة المستقبل نعم اول شارع لا تاني شارع ما في ماي شارع اللي تحت ومفاول الماي طب هلا اللي بتوصل لهونيك ما بتوصل لعنا لا هلا اذا لا اذا النقاش بتاخد كلها ماي يعني ما فيش بيت اي بيت لا يعني مضبوط برافو عليك نحنا بحياتنا ما نقطعنا من الماي ونزلنا دفعنا وما علينا كثور نهائيا هلأ فتحوا للدفع وأطعوا لنا الماي كيف المنطق يعني كيف لا اكيد لا يعني مش ما اقول يكون فتحوا للدفع وأطعوا الماي يعني انت ما خطف اذا انا عم عايت او طوفي ايه لا لا بعرف يعني الواحد هيدا حق الناس عاك الحال يعني حق الناس وصال الماي ما حدا بيعط بالماي شاطرين وقت الانتخابات يترجونا وهلا حرقوا ديننا اهلا وسهلا فيك كمان اتصال بموضوع اذا ما في اتصال يعني لقيت عند القرارة اه في اتصال الو الو اهلا مرحبا 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 بحكي ما حضرتك تفضل مرحبا انا اتصدت فيك من شي شهر على اساس مشان عقار المضروبين ما عندي ما عندي جواب بعد بموضوع الاقارات المضروبة موضوع الدفع يلي مفروض الجيش انه يدفع بعد ما عندي ولا اي جواب طيب بس سؤال ما تسكر قبل لا مرحسكر بالعكس عن هذا عم بسباك انا اللي خوفا منه حبيبتي نعم انه انه هني لما ايجوا كشفوا وانا قدمت الطلبات قدمت الطلبات بالوكالة العامة غير قابلة للعزل لما ايجا حكاني فقال لي انا محا اتفعلك الى الهية الى صحة الله يقع التهم من اختي ومعني وكالة غير قابل للعزل فهل هذه هالمبلغ هيدا اعطاني الرقم تليفون وسادفين اعطان الفن ما في باحد انا براح الليجين تب هالمبلغ هيدا وان راح لقلك شغلة ما بعرف إذا بعض اللي يجين ولا بعض لأنه بعض فيه يعني أحياء ما أبضت بعد أبداً لعرفتم بارح يعني تواصلوا معي إذا برجع بقول الجيش مشكور لما بيوصلوا المال باعرف بعرف لما بيوصلوا المال بيوزع إذا ما فيه مال شو بدي يوزع يعني الجيش هو بيوزع فقط المال بده يجي بتصرفه الدولة معك عرفت هلأ ما فيه اللي هو ترصد لهالشقة أو هلأ عقارس ممكن ممكن يكون عطل أحد تاني ما ما بقدر أعرف أنا من عندي شو صار طيب أنا بس بدي من حضرتك بعد أمرك يعني إنه بس تحققوا معا إنه حيرجعوا يتفعونا وبعدين هذا ما أنه قانوني إذا ما يتفعلي كيف يابلوا الشكوى بالوكالة وما يابلوا الشكوى للدفع بالوكالة نعم نعم عرفت كيف أنا كنت خبيه محلف بالمحاكمة أنا عم أحكيك بالقانون نعم يعني ما بيابلوا بشكوى بالوكالة مفروض إنه مع نظر قانونية صحيح ما بيتعوها بالأنو قلت له يا خي تلاعي لا إلا نادي تلعان بيعطيك صورة بالوكالة وبمضي لك حبيبي يلي بدك إيه أنا مني هالبان هاكي الحال يعني هيدا حق من حقوق المتضررين لأنه حتى يعني يجعوا على بيوتهم وبالتساوي كمان يعني كل إنسان متضرر بمفروض يتعوض علي يعني مش ناس بيتعوض علي وناس لا هيدا بالمبدأ يعني على الأكيد بس المهم تتوفر الأموال حتى تتوزع الأموال على كل المتضررين هلأ بهيد الحالات الخاصة اللي مثل حالتك أكيد بدأ توضيح يعني طبعا كمان بياخد اتصال هلو أهلا بسيو مدام رابكة نعم أهلا بوجور وحياتك بدي أسارك في مرة أنت حكيتي عن الموضوع بياتر السويقة مع الاتحاد الأوروبي فبإيطاليا مش عم بيعتمدوها بعض بتفسير ذلك لألك أنا لما انتبعت الموضوع يعني آخر شي عرفت من هيئة السير إنه هي صارت بوزارة الخارجية ولما بتصير بوزارة الخارجية لأنه لأنه الدولة الإيطالية هي يعني طالبة الاتحاد الأوروبي بقية دول الاتحاد الأوروبي ما طلبوا إيطاليا طلبت من اللبنان يوضح لبعض الأسئلة يعني بعض الأسئلة بهذا الموضوع ليتوضحوا ونبعثوا على الخارجية لأنه هيدا من من الوزارة الخارجية للسفارة للسلطات الإيطالية عرفت بوقتها يلي حكيوني من إيطاليا قلت لهم بدهم تراجعوا السفارة إذا تلقوا شي من وزارة الخارجية اللبنانية وما عدت عرفت شو صار هلأ من حضرتك عم بعرف أنه كأن بعد ما منحلت المشكلة يعني هاي آخر معلومات عرفتها ببيروت لما بتصير الوزارة الخارجية يعني مفروض الخارجية تبعتها على السفارة والسفارة للسلطات الإيطالية يلي طالبها الاستفسارات من الدولة اللبنانية بيخد بموضوع الأسانسور يعني لقيت القرار اللي صادر أول أسبوع بيقول فيه وزارة الطاقة عطفا على بيانة المتعلقة بالتسعيرة التوجهية للمولدات الخاصة عن شهر أيار المنصر يهم وزارة الطاقة والمياه توضيحها التالي إذا ألغت الحاصل حول طريقة احتساب المصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار يعني تريفازي فإنه ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة التور الواحد يعني مونوفازي على سبيل المثال إذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار يعني 3.15 أمبار يحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبار وليس 45 أمبار أي بـ 340 ألف ليرة لبنانية كما طلبت وزارة الطاقة من أصحاب المولدات الخاصة أن لا تتدنى ساعات التغذية عن 16 ساعة يومياً خاصة بعد تحسين قيمة الشق الثابت من التسعيرة وتمنت على وزارة الاقتصاد والتجارة متابعة وتشديد الرقابة على هذا القطاع وذلك للمزيد من الحماية للمواطنين هيدا كان البيان هيدا للبيوت يعني لهيدا للمصاعد طبع البيوت هيدا على عم يسألوني على دينتي إذا البيت تريفزي لا هيدا للمصاعد هيدا خاص بموضوع المصاعد والأقسام المشتركة صورة اليوم نشوفها سوا هالصورة هي ببرج حمود بلدية برج حمود وجهت نداء إلى أهالي المنطقة بتقلهم فيها أنه عم تتعاون مع جمعية إيطالية وصار في عدد العمال بتصرف البلدية إضافة إلى معاودة شركة رمكو المتعقدة مع الحكومة اللبنانية أنها ترفع النفايات من شوارع المنطقة والأماكن العامة فيها ولكن النداء بيقول أنه بالنسبة للمحافظة على النظافة على الأكياس محكمة الإغفال ومن الجهة تانية اليوم فيه عم بيقولوا فيه شاحنات الصخر وسيارات نقل عم بيفوتوا على المنطقة وعم بيرموا النفايات عشوائيا هون عم يطلبوا من الناس يكون المواطن خفير والتواصل على البلدية على الرقم 01 260 255 عفوا 260 955 للإبلاغ عن هالشاحنات وإذا فيه صور كمانا بيكون أفضل حتى تقدر البلدية تضبط المخالفين والضمم حافظة مع السكان على النظافة العامة بوعد بالجدد بكرة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر